المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن عن سلسلة من العمليات النوعية كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت استهداف العشرات من الآليات الإسرائيلية من بينها دبابات وناقلة جند وجرافات مع استهداف عسقلان برشقات صاروخية في لانساعات الصباح أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند ودبابة إسرائيلية بعبوتي شواض في منطقة حي سلام شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وتدمير ناقلة جند بقذيفة الياسين 105 وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط المروحيات لإجلائهم من منطقة حي السلام أيضا واستهداف دبابة من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في محيط معبر رفح البري جنوب قطاع غزة وأضافت القسام أن مقاتليها تمكنوا من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا في قوى إسرائيلية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في شارع جورج شرق رفح وتفجير عين نفق فخخة مسبقا بقوات هندسة إسرائيلية حاولت الدخول لعين النفق وإيقاع أفراد القوى بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة آخر المقاطع المنشورة كان لكتائب القسام ويصور مشاهدة من التحام مقاتليها مع جنود الاحتلال وآليته في محاور شمال قطاع غزة محاور شمال قطاع غزة أنا هيا تصمص دارت عينا أبتاني بس أخبط من التزام مع بعض جهاز جهاز يتوقع الله سرية القدس من جهاتها أعلنت اليوم عن تمكن مقاتليها من استدراج قوة كبيرة خاصة لكمين محكم ومركب في شارع سوق الذهب والإجهاز عليها من نقطة صفر بالأسلحة المناسبة والعبوات الهندسية شديدة الانفجار وقذائف تي بي جي كما جاء في بيان لها كما أعلنت عن تفجير عبوة بارق في جرافة ديناين بمنطقة أبو زيتون في جبالية شمال شرق قطاع شمالي قطاع غزة عفن وعرضت سرايا القدس مشاهدة من عملية قنص جندي إسرائيلي يتبعوا لوحدة الهندسة شرق مدينة غزة نشاهدوا معنا اشتركوا في القناة مشاهدين إضافة إلى هذه العمليات النوعية من جهة أخرى أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة انقطاع الاتصال مع مجموعة من المقاتلين المكلفين بحراسة أربعة من الأسرى الإسرائيليين من بينهم الأسير هيرش جولدبرغ بولين نتيجة ما وصفه بالقصف الصهيوني الهمجي خلال العشرة أيام الماضية ماذا في تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول عمليات القسام الأخيرة الباحث صريح صالح القاز يكتب جيش الاحتلال يحاول اشتياح رفح والسيطرة عليها فأن له ذلك وهو ما زال بعد سبعة أشهر عاجز عن السيطرة على مناطق شمال ووسط غزة الضربات الموجعة التي يتلقها جيش الاحتلال بألياته في مختلف مناطق القطاع بشكل يومي والصواريخ التي تستهدف مستوطنات الغلاف دليل على أن القطاع خارج سيطرته وأن المقاومة مستمرة الناشط عن فلسطيني ردوان الأخرس يعلق ما جرى اليوم في جباليا وحيي الزيتون ورفح من معارك وعمليات نوعية ودلالة على مقاومة فدائية استثنائية قل نظيرها في البسالة والشجاعة والإباء يقول أيضا ردوان شبان خذلوا وحوصروا وهم يجاهدون أعداء الأمة والإنسانية ويواجهون ترسانة مدججة وعاتية ومجرمة تدعمها أكبر قوى الظلام في العالم الباحث ويسام عطالة يكتب سلام على مخيم جباليا الذي يواجه جيش الاحتلال بثبات لم يسبق له مثيل في العالم وللتذكير هذا المخيم خرج منه القاضى الشهداء الذين أذاقوا إسرائيل ويلات من العذاب بدءا من عماد عقل محمد الهندي سهيل زيادة فوزي أبو القرع أحمد الغندور أبو أنس إبراهيم البياري أبو صحيب